بلاي سيشن اختفوا عن الساحة نوعا ما بعد اطلاق جهازهم بلاي سيشن 5 وهلأ رجعوا بواحدة من العابهم اللي الكل كان مبهور بعروضها ومتفائل فيها في هذا الفيديو ححكي عن لعبة راتشت اند كلانك ريفتا بارت اللي صدرت حصرية لبلاي سيشن 5 بتاريخ 11.6.2021 وكانت بسعر 70 دولار وراح حكي لكم هل احنا بوقت مناسب نشتري فيه بلاي سيشن 5 ونستعجل عليها او لا بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد لعبة راتشت اند كلانك من تطوير ستوديو انزومانيك اللي استحوذوا عليه شركة سوني واللي قدم لنا العاب سبايدر مان الاخيرة الستوديو قدم مستوى رائع في لعبة سبايدر مان واثبت نفسه صراحة وهذا شي لحاله بخليك تتحمس لأي لعبة بيعملوها راتشت من الالعاب المميزة اللي الكل مبهر بعروضها وكان واضح من العروض المستوى الخرافي اللي وصلت له اللعبة خاصة بسرعة التنقل بين العوالم عشان هيك في هاي المراجعة راح اتكلم بشكل خاص عن التقنيات الموجودة والمستخدمة في اللعبة بس اول شي راح احكي عن القصة بشكل مختصر قصة اللعبة مثل ما هي موضحة في العروض ابعاد وعوالم متوازية بتنتقل بينهم لتوقف الشرير من انه يدمر العالم احداث القصة حسيتها ضعيفة صراحة من ناحية الكتابة يعني كممكن يتعبوا عليها اكثر شوي او يخلوها بسيطة وخلص بس بتحسهم بيحاولوا يعملوا دراما مش مؤثرة او مش منطقية بس عشان نعمل الدراما بس بصراحة هات شي مو مهم النوع هات من الالعاب الناس بتلعبوا عشان الجيم بلاي وعشان تغير جو وتتسلة وهاي اللعبة مأدية دورها من هاي الناحية بشكل ممتاز الشخصيات في اللعبة اداءهم جيد نوعا ما كثير حبيت الشرير في اللعبة وحركاته المضحكة وانا جربتها بالعربي وبالانجليزي لانه اللعبة متوفرة مع دبلجة عربية وعندي شوية ملاحظات على الدبلجة العربية انا كثير بحب اشوف الالعاب بالعربي سواء ترجمة او دبلجة وشيء جميل نشوف دعم للغتنا صراحة ودائما بحب اعطي فرصة للعبة بالعربي وفي منهم عجبوني مثل سبايدر مان كانت باللهجة المصرية وكانت رهيبة صراحة ما احتجت اني احولها انجليزي نهائيا بس دايزغان مثلا كانت سيئة جدا فحولتها انجليزي على طول في راتشت راح تشوف تفاوت كبير بمستوى الدبلجة حتلاقوا صوت الشرير خرافي وبشكل رائع ولا يوصف وحتى افضل من الانجليزي برأيي بس صوت باقي الشخصيات ممل وميت وما بيحمسك ولا بيأثر فيك وهات برجع لسوني الشرق الاوسط المفروض تختار شخصيات مختصة في الدبلجة لدبلجة الالعاب وانا بفضل يشوف الفريق اللي كانوا شغالين على دبلجة مسلسلات ديزني القديمة باللهجة المصرية او اذا بدهم دبلجة بالفصحة فالفريق اللي شغال على اعمال سبيستون زمان انا هذا برأيي هو الافضل ممكن يتعاونوا مع مدبلجين من هناك لانه حرام تطلع الدبلجة بمستوى باهت في اغلب الشخصيات وكمان شغلة كنت اعاني منها في العاب سوني المدبلجة للعربي بصير فيه تفاوت بصوت اللعبة يعني صوت المؤثرات امرات بغطي على صوت الشخصيات تضطر تعلي الصوت لليصير مزعج في بعض الاماكن عشان تعرف الشخصيات شو بتحكي ثم علمت ان هناك اثنين من اللومباكس الواقحين يتجولان في الجوار ويعاولان افساد كل شيء لذا انا سامنح جائزة ثلاثة سكويليل قصيمة حرية نفارية لمن يجلبهما لي احياء كان ام امواتا وهلأ نيجي للجيم بلاي وهو المهم برأيي انا دايما باعتبر الجيم بلاي اهم شيء لانه اذا بدك قصة بتقدر تقرأ كتاب مش لازم تلعب لعبة والرسومات والواقعية عادي اطلع من البيت بتشوفهم في الشارع بس الجيم بلاي هو الابداع في هاي اللعبة عملوا شغلات رهيبة صراحة وفيه شغلات شوي ما ضبطت معهم التحكم بالشخصي كان سلس وحلو والتنقل بين الاسلحة كان رهيب تقدر تربطهم بالاسهم باستكبس سهم يمين او يسار مثلا بغير لك سلاحك اللي انت بتخزنه على هذا المكان وبتقدر تفتح قائمة الاسلحة تبعتك وتغيره وترجع للقتال بسرعة والتنوع اللي في الاسلحة خرافية والافكار رهيبة صراحة نادر ما تمر عليه لعبة اجرب فيها كل الاسلحة كل سلاح مفيد وممتع وكنت اطورهم كلهم واجربهم واقرأ واحد واحد شو بعمل ودائما رح تلاقي لكل سلاح استخدام مستحيل تلاقي سلاح ما له لزمة التنقل بين الاماكن اثناء اللعب كان مفيد خاصة للمناطق الكبيرة والشخصية اللي بتلعب فيها لها مميزات حلوة مثل انها بتقدر تتور كود لو محتاج انك تكون اسرع ولو العالم كبير وما لك خلق تمشي بتقدر تضغط R1 وتنطلق بسرعة عالية كثير بالحذاء هاد وبتقدر تزيد سرعتك لو حسيتها مش كفاية ما حتسك من المشي نهائيا هاي شغلات ضافت متعة باللعبة وقللت الملل شوي العيوب اللي واجهتها في الجيم بلاي هي اول شي انه الوحوش مكررين بشكل مملز راح تتحدى الالات هاي بكل مكان وكل مرة هم نفسهم بس بعدد اكبر شوي ورح تضل تتحداهم لنهاية اللعبة ورح تتفاجأ لما تشوف وحش غيرهم او زعيم مختلف بس ما رح تلاحق تتفاجأ كثير لانه شوي وحيرجعوا شغلة ثانية ازعجتني انه انت باللعبة راح تتحكم بشخصيتين في بعدين مختلفين الشخصيتين نفس الحركات ونفس طريقة اللعب ونفس الاسلحة اللي بتشاريها للشخصية الاولى بتروح لشخصية ثانية والاثنين نفس التطوير صراحة الموضوع هاد لغى متعة وجود شخصيتين بتحس انه خلص ما له داعي ليش عاملين شخصيتين اصلا كان عملتوها شخصية واحدة وخلص كنت بفضل لو كل شخصية لها مميزاتها الخاصة او طريقة لعبها المختلفة او على اقل اسلحة مختلفة لكل شخصية طبعا اللعبة لا تخلو من المشاكل التقنية والقليتشات وهذا طبيعي احنا صرنا ننتقد الالعاب اللي ما فيها قليتشات بس بصراحة عشان نكون حقانيين صار معي مشكلتين بس في الختمة كاملة فالمشاكل اتوقع اقل بكثير من غيرها من الالعاب وسهل تتصلح ونزل لها اكثر من تحديث الفترة الاخيرة فيمكن يكونوا تصلحوا اصلا طريقة قتال الاعداء في اللعبة ممتعة جدا ورح تطر توازم بين الاسلحة وتسخدم كل اللي عندك بحذر لتوصل لهدفك الجيم بلاي كان ممتع بصراحة ولولا تكرار الوحوش ولما اتوقع احس باي ملل فيه بالنسبة للعالم والرسومات بتحس حالك بتحضر فيلم انيميشن الرسومات ولا غلطة وقت اللعب ووقت العروض كلهم نفس المستوى ما بتحس انه المشاهد السينمائية افضل بالوضوح والجودة من وقت اللعب عالم اللعب جميل والتنقل بين العوالم والابعاد اعطاه نكهة خاصة وابداع في تصميم المناطق الثانية والتنوع في الاماكن حلو بس راح تحس مع الوقت ان الاماكن كلها بتشبه بعض بس برضو راح تستمتع فيه وتشوف مناظر تبهرة خاصة اذا بتلعبها على اعلى وضوح هلا بدي احكي عن الشيء الجديد في اللعبة المطورين استخدموا كل ميزات بلاي ستيشن فايف وتخنياتها خاصة في موضوع السرعة يعني لما تشغل اللعبة بتاخذ معك اقل من خمس ثواني لتوصلك اللعبة مكان ما كنت واصل واذا بتطلع من اللعبة وبترجع لها بتشتغل باقل من ثانيتين واللعبة كاملة ما فيها اشي اسمه لودنغ راح تنساه تماما مدة الانتظار في اللعبة صفر ثانية واللعبة استخدمت ميزات ايد التحكم كاملة راح تحس في كثير امور بتصير في اللعبة في الايد مثلا لما تاخد الغناء من الوحوش راح تحس انهم بدخلوا جوه الايد ورح يطلع فيها صوت واثناء القتال بناءا على ضغطك لزر R2 وبعضهم بصير يطلق عدة طلقات مع بعض بدل طلقة واحدة وهذا الشي بحستك انك تضغط بسلاح عن جد مو يده راح تحس انها تقيلة بشكل غير طبيعي هاي الميزات في اللعبة ضافت جو خاص ومميز ما شفناه بألعاب قبل هيك وبتخليك تستمتع وانت بتشوفها في اللعبة وراح تصير تجرب كل شي عشان تشوف ردة للفعل كيف راح تصير معك في الايد راتشت ان كلانك تجربة مميزة صراحة وبتعيشك جو الجيل الجديد من الالعاب سواء في اللعب نفسه او حتى بالسعر لانه سعرها 70 دولار الالعاب حاليا كلها ارتفع سعرها وراح نتعود على هذا الرقم بالنسبة الي كل واحد بيعرف يتحكم بميزانيته ويشتري اللي بيشوفه مناسب اذا انت شايف 70 دولار كثير عليها وهذا الشي انا شايفه فبامكانك تصبر ليصير عليها عرض او تشتريها من السوق المستعمل وهذا بيشوفه خيار حلو موجود في كل الدول العربية اما اذا حنقعد نحكي على الاسعار فالالعاب 90% منهم ما بيستحقوا سعرهم تقييم النهائي للعبة 8 من 10 احكونا رأيكم بالتعليقات اذا جربتوها او لا واذا ناوين تجربوها او ما بتحبوا النوع هاد من الالعاب كان معكم عماد من ليفلوب في امان الله